مساء الخير مع حضراتكم محمود كساب استشارة عقاري بالعاصمة الادارية الجديدة شركة احنا دلوقتي مع بداية الفين تلاتة وعشرين شركة بتطرح تالت مشاريعها في في الحي السكن الثالث آآ بعد مشروع آآ زابير آآ ده المشروع ده تسليم حاليا خلال شهور هو مبني بنسبة آآ تتعدى التسعين في المية اعتقد خمسة وتسعين في المية ده كده الموقع بتاع مشروع زابير موقعه مميز جدا على الواحة المركزية آآ هتلاقوا كمان تاني مشاريعهم مشروع ابينو المقصد وده مول خدمي آآ بيسرفز على المشروع بتاع المقصد البلل آآ ده نسبة الانشاءات في حاليا ستين في المية وتالت مشاريع الشركة مشروع ميدوي بلازا آآ هو موجود في احنا بصراحة لسه يعني تحديد الموقع بتاع قطعة الارض ما جاليش بالزبط فين بس هو موجود في ده تالت مشروع للشركة آآ المشروع دوت حاصل على كل الموافقات آآ ومكتمل طبعا الاوراق القانونية بتاعته من قرار التخصيص ومحضر الاستلام ورخصة الحفر ورخصة الانشاءات والموافقة بتاعت الدفاع المدني يعني كل الاوراق القانونية بتاعته خلصانة بالفعل التسليم بتاع المشروع دوت هيكون كمان سنتين ونصف آآ المشروع مساحته تلات تلاف متر الجنة بيكون على تلاتين في المية الارتفاعات بالنسبة للمولاد ديت في الارس لي بتكون ارضي وتلاتة دوار الارضي والاول والتاني تجاري والدور التالت ده بيكون اداري وطبي آآ المساحات بتبتدي من خمسة وعشرين متر هتلاقي في الدور الارضي مساحات بتبتدي من واحد وتلاتين متر داخلي والخارجي بتاعها بيكون واحد وعشرين متر الخارجي مساحات الاود اريا يعني اسعار المتر بالنسبة للداخلي بتكون مية خمسة وعبعين الف بتبدأ من مية خمسة وعبعين الف للمتر الداخلي والخارجي سعر المتر اربعة وعبعين الف للمساحات الاود اريا المتر الخارجي الاول الدور الاول سعر المتر بيبتدي من مية وعشرين الف والدور التاني سعر المتر بيبدأ من خمسة وسبعين الف والدور الثالث اه المتر او سعر المتر ستة واربعين الف شامل التشطيب. التجاري طبعا بيكون بنون تشطيب. نسبة التحميل بتكون خمسة وعشر في المية. انظمة السداد اه بتبتجي من مقدمة اربعة في المية وانظمة تقصيد بتوصل لحد عشر سنين. اه طبعا يعني احنا لسه المشروع يعني بدأ الاعلان عنه من فترة قصيرة جدا خلال الايام اللي فاتت. فلسه طبعا المتاريال بتاعة المشروع التصميمات الداخلية. اه لشكل الفلوربيلان توزيعت الدور شكلها ازاي من جوة. اه الموقع تحديد موقع قطعة الارض وكل الحاجات دي يا ان شاء الله هتكون خلال الايام اللي جاي هتكون موجودة معي. فلو في اي حد مهتم ان هو يعني يشتري في او مهتم بفرصة استثمارية تكون لسه في مرحلة بحيس ان حضرتك تكون اول ايد اه من حيث ان انت تشتري بالسعر الافتتاحي واول ايد بتشتري بالسعر الافتتاحي تقدر طبعا حضرتك اه يعني تتواصل معايا من كده الرقم ده تظهر على الشاشة او فيه لينك كمان موجود في اول الوصفة حضرتك مجرد ان تضغط عليه هو بيوصلك مباشرة على الواتساب الخصبية بحيس انها ابتدي اتابع معك بالتفاصيل الجديدة عن المشروع وكمان هم حاليا بدأوا يطلقوا استمارات ابداء رغبة شراء بالنسبة للناس اللي هي حابة تستفيد بالسعر الافتتاحي عندنا استمارة اللي هي استمارة ابداء رغبة الشراء في التجاري اه بتبقى مية الف وبالنسبة للاداري بتكون خمسين الف احنا بنقول ان الاستثمار في التجاري في منطقة زي الحي السكني التالت وكمان في المولاكل زي كده اعتقد بتبقى بحرصة كويسة جدا احنا عارفين طبعا ان الارسري من اول الاحياء السكنية اللي اشتغلت في العاصمة اه هتلاقوا فيه ناس استلمت الوحدات بتاعتها فيه ناس بدأت تسكن فيه خدمات بدأت تشتغل اه يعني اول تشغيل في العاصمة كمنطقة سكنية هي بالفعل الحي السكني التالي فطبعا هي فرصة كويسة جدا لأي حد مجتم يعني ايه اه سواء يسكن او ان هو يستثمر على المدى القريب عندنا مشروع زبير هتلاقي فيه حاجات قليلة جدا متاحة اه ده تسليمه خلال شهور فيه عندنا مشروع افينو المقصد اللي هو بيسرفز على الفلات بتاعة المقصد المقصد حاليا فيه يعني بالفعل الناس بدأت تسكن فيها حاليا آآ فعموما يعني انا حبيت اطرح لكم فرصة استثمارية جديدة لأي حد مجتم بالخطاع التجاري انها طبعا يشتري بالاسعار الافتتاحية فعموما لو فيه اي الصبصارات رقم يظهر على الشاشة بتاعها عليه الواتساب حراك تقدر تشرفني بالتواصل في اي وقت ممكن حراك طبعا تبعات لي آآ يعني تفاهم لي برضو الطلب بتاعك ايه من حيث المقدم القصد التوجهات بتاعتك من حيث التسليم التشغيل آآ حراك بتستسمر ولا حضرتك داخل بتشغل النشاط الخاص بيك بحيث ان انا اقدر اوفق حضرتك بافضل العروض اللي هي تتناسب مع التوجهات بتاعتك وفي نفس الوقت تكون في حدود الميزانية بتاعت حضرتك انا معكم محمود كساب استشاري عقاري بالعاصمة الادارية اللي هي الخرمة دي بتكون مكانية من غير اي سوم وتشرفوني في اي وقت شكرا ترجمة نانسي قنقر